اهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام معكم نبراس من قناة نبراس سبور وهي القناة التانية لفريط طريق الرياضة اول شي انا بيدعيكم الاشتراك والقناة وتفي خيار الجرس حتى تتبعوا الاطلاع دائم بالفيديو هات والاخبار ان احنا عم نرفعها على القناة في فيديو اليوم بديحكي عن لقاء منتخبنا السوري امام منتخب استراليا طبعا هذا اللقاء الحكومة السوري للتأهل لدور السبتاش لأول مرة بتاريخ مشاركاتنا ببطولة امم اصلع فالفوز على منتخب استراليا بأي نديجة بأحينا لدور السبتاش اما بنكون مركز ثاني او مركز ثالث فمنتخبنا سيتأهل كافضل ثالث خصيصا بعد فوز منتخب ايران على بيتنام ومنتخب عراق الشقيق على منتخب اليمني الشقيق وعندنا بالمجموعة الثالثة فوز منتخب كوريا الجنوبية وفوز منتخب الصين على كرغستان ومنتخب الفلبين كما نجعل منتخبات كورغستان وفلبين بدون اي نقطة وهذا الشي سيساعدنا حتى نكون نحن ضمن افضل ثالث من ضمن اربع مجموعات للنظام البطولي سيأهل افضل اربع منتخبات كمراكز ثالث من ضمن اربع مجموعات من اصل ست مجموعات الكلي وإذن الله منتخبنا بحقق الفوز على منتخب استراليا ونتأهل دوره السبتعاش باتمنعنا كل التوفيق بإذن الله بحقق الفوز ولعنده اي سؤال خليلي ضمن قسم التعليقات وبنهاية الفيديو بتشكركم على سماعي واتمنى منكم اشتراك وتفيد خيار الجرس حتى تتبعوا على اطلاع الدائم من فيديوهات والاخبار شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم